السلام عليكم متابعين الأعزاء معظمنا متعلق بحب الدنيا ويكره الموت فكلنا غفلنا عن طاعة الله تعالى وتعلقت قلوبنا بالدنيا فمن الناس من تاب ورجع ومنهم من استمر ومات على ما هو عليه فالميت إما مستريح وإما مستراح منه فلا يموت الإنسان حتى يرسل الله له علامات ودلائل على قرب موته يوفق لها الموفق ويهتدي لها من يهتدي برحمة الله ويغفل عنها العاصي بسبب كثرة المعاصي والذنوب فالمسلم من يتعظ بكل ما يحدث حوله فروي أن سيدنا داود عليه السلام قبل أن يموت قال لله عز وجل اللهم إن لي حاجة فقال الله تعالى ما هي يا داود قال ألا أموت حتى تعلمني قال الله تعالى لك هذا فدخل عليه ملك الموت فقال سيدنا داود عليه السلام من أنت فقال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا قال فإذا أنت ملك الموت قال نعم قال أتيتني ولم أستعد بعد فأنا عاهد إلى ربي ألا أموت حتى يبعث لي أمارة يعلمني بها قال ملك الموت لقد أعلمك بها يا داود أين فلان قريبك وأين فلان شارك قال قد مات قال ألم ينحني ظهرك ألم يشب شعرك أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد فهذه كانت بعض علامات اقتراب الموت التي وردت بأدلة شرعية فالشيب رسول من رسل ملك الموت لابن آدم يذكره بضعف قواه وقرب رحيله فقال أحد أنبياء الله لملك الموت عليه السلام أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك قال نعم لي والله رسل كثيرة من الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصر فإذا لم يتذكر من نزل به ولم يتب فإذا قبضته ناديته ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير فأنا الرسول الذي ليس بعد رسول وأنا النذير الذي ليس بعد نذير فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادي يا أبناء الأربعين هذا وقت أخذ الزاد أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد يا أبناء الخمسين قدنا وقت الأخذ والحصاد يا أبناء الستين نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ذكره ابن الجوزي في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق فقد كان يكره السلف الصالح الموت الفجأة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الموت الفجأة قائلا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن فسكرات الموت آخر شدة يلقاها العبد قبل لقاء الله وسكرات الموت هي آخر ما يكفر الله به عن عبده نسأل الله أن يخفف عنا هذه السكرات وأن يعيننا عليها فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن يهون علي سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن فاللهم أحسن خاتمتنا ولا تقبضنا إلا وأن تراضن عنا يا رب العالمين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته